طبعا هو لما احنا مننكر الخطيئة الموروثة مننكر حقيقة جهنم مننكر قصص في العهد القديم منرجع لنفس الاشكال انه الانسان لما بينكر شيء واحد او شيء معين بيبتدي ينكر كل شيء هذا يخفى عليهم بارادتهم الشيطان في البداية قال للمرأة لن تموت النهاردة ما فيش الشيطان لان الشيطان مش اهبل مش سازم ما بيقولش للناس مش هتموتوا لان الموت قدام عنينا لكن بيقول لنا حاجة تانية مش شايفينها ما فيش جهنم وطبعا الانسان لما يموت وزي ما المسيح قال في لقى 16 مات الغني ودفن ورفع عينيه وهو في الهاوية في العذاب وبعدين قال رحمني توليت متأخر قوي انت لو كنت قلتها قبل موتك كان حيرحمك اه كان حيرحمك اكيد لكن بعد ما انتهت حياتك ما فيش مجال للرحمة وعشان كده الشيطان بيقول ما فيش جهنم نام الدار في امان وبعد ما الانسان يموت ويكتشف انه كان غلطان يعني مين حيفيده والشيطان حيفيده الشيطان حيقع مش هيسمي عليه مين حيفيده ما فيش حد حيفيده ويبقى خسر نفسه وماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه